ترجمة نانسي قنقر في إطار منظومة وطنية وجهود مكثفة من كافة الجهات ذات الصلة تواصل وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للدفاع المدني دورها ومسؤوليتها في حماية السلامة العامة بهدف احتواء تداعيات حادث تسرب الذي تعرض له أحد خزانات النفط وذلك بالتعاون مع فريق الطوارئ بشركة بابكول التكرير ويعمل الدفاع المدني عبر آلياته المجهزة بمعدات التعامل مع المواد الخطرة والتزاما بخطط اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ومجلس الدفاع المدني على تأمين موقع الحادث ومعالجة تسرب وفق نهج احترافي وبمراعاة كافة معايير الأمن والسلامة فمنذ تلقي البلاغ تم الدفع بأربعة عشرة آلية وأكثر من أربعين ضابطا وفردا لتأمين الخزان عن طريق عملية التبريد جهود الإدارة العامة للدفاع المدني مستمرة بالتنسيق مع شركة بابكول لحد الآن بتأمين الخلل موجود في الخزان وضمان سلامته وكذلك تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بتأمين وأخذ القراءات في موقع البلاغ للتأكد بعدم وجود أي انبعاثات أو روائح في المنطقة والمناطق المجاورة لها وجميع مناطق مملكة البحرين بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة ولله الحمد جميع المؤشرات الطبيعية ولحد الآن جميع الجهود مستمرة في تأمين الخزان وتظل شراكة بين الجهات ذات الصلاة العنصر الفاعل في مواجهة تداعيات الحادث حيث أن سلامة المواطن والمقيم في صدارة الأولويات وهو الأمر الذي تعمل الجهات المختصة على تأكيده من خلال منظومة الأداء المتواصلة جهود كبيرة مستمرة هنا في حقل خزانات سترة لفرض السيطرة الكاملة للحالة الطارئة وذلك في إطار معالجة الحادث وفق البروتوكولات العالمية في سبيل الحفاظ على السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة خالد العوني مركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين